تحية طيبة لكم مناطق المملكة وبقية أنحاء العاصمة كانت هذه الأمطار حوالي 20 إلى 30 مليمتر عموما وحاليا أجواء ماطرة مع تساقط البرد في عمان ودرجات حرارة حوالي 5 درجات مئوية فعلا أجواء باردة والتي نشعر بها هي حوالي 4 درجات الرطوبة تكون حوالي 94% تكون رطوبة عالية واتجاه الرياح تكون غربية نشاهد الطقس حاليا في عدة مناطق مثلا في السلط والطفيلة ومطار الملك علياء هناك أمطار غزيرة ودرجات حرارة حوالي 7 درجات مئوية و6 درجات مئوية أما في العقبة أجواء غائمة جزئيا مع 16 درجة مئوية هذه الليلة تكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة وتكون شديدة البرودة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وكما تعبر المملكة جبهة هوائية باردة طبعا تعمل على اجتداد وانتظام الأمطار في كافة مناطق المملكة كما نشاهد وتكون أمطار غزيرة ورعدية ومترافقة مع تساقط البرد وممكن أن تكون أيضا هذه الأمطار غزيرة فوق المرتفعات الجبلية العالية أيضا خلال هذه الليلة أو حتى ما بعد منتصف هذه الليلة تتهيأ الفرصة إن شاء الله لهطول أو لتساقط الثلوج فوق أعالي جبال الشراء في المناطق الجنوبية من البلاد كما وطهت الأمطار مخلوطة بالثلوج فوق بقية المرتفعات الجبلية أما عن الرياح فتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة وتكون مصحوبة بهبات قوية أحيانا درجات حرارة متدنية لهذه الليلة مثلا في الكرك تكون أربع درجات مئوية واجبال الشراء حوالي صفر مئوي في العقبة تكون 13 درجة مئوية خلال هذه الليلة نهار الغد تبقى درجات الحرارة دون المعدلات لمثل هذه الفترة من العام بحوالي 6 إلى 8 درجات مئوية الأجواء تكون باردة وغائمة وماطرة كما نشاهد في كافة مناطق المملكة والأمطار تكون غزيرة أيضا في كافة المناطق ومصحوبة بزخات من البرد وأيضا الرعد في العديد من المناطق كما وطهطل الثلوج خلال الفترات الصباحية فوق الجبال العالية مثل جبال الشراء في المناطق الجنوبية وطهطل أيضا أمطار مخلوطة بالثلوج إن شاء الله فوق باقية المرتفعات الجبلية العالية أما عن الرياح فتكون جنوبية غربية إلى غربية نشطة وتكون مصحوبة بهبات قوية أحيانا لذلك نحذر من خطر شدة سرعة الرياح لنهار يوم غد والتي قد تتجاوز 80 كيلو متر في الساعة كما أيضا نحذر من خطر شدة العواصف البردية بما أنه احتمالية أن تهب هذه العواصف في العديد من المناطق وخاصة المناطق الجبلية وأيضا تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم والضباب الذي سيكون في معظم مناطق المملكة وبالأخص فوق المرتفعات الجبلية العالية درجات الحرارة لنهار الغد أيضا تكون متدنية في عمان مثلا تكون 10 درجات مئوية في إربد 13 وفي حيفا تكون 16 درجة مئوية لنهار الغد نكمل درجات الحرارة لهذه الليلة ولنهار الغد أو بالحديث عن الأمطار طبعا نلاحظ الأمطار تكون غزيرة كما نشاهد في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط كما نشاهد أكثر شيء في المناطق الشرقية الجنوبية وأيضا الوسطى والشمالية من المملكة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ولنهار الغد نبدأها في إربد أمطار كما نشاهد غزيرة ورعدية ما بين 8 درجات إلى 13 درجة مئوية كذلك الأمر في المفرق مع 12 غدا وجرش أيضا أمطار مع 12 درجة تكون أمطار غزيرة في عجلون أمطار كما نشاهد مع 10 درجات وتكون مخلوطة بالبرد رأس مريف أربع درجات هذه الليلة أجواء فعلا تكون باردة أصلت خمس درجات غدا عشرة وفي سويلة هذه الليلة أربع درجات وأمطار مع تساقط البرد في اللفحيس عشر درجات غدا وأيضا أمطار غزيرة شرق أمان أمطار رعدية مع عشر درجات مئوية لنهار الغد في غرب عمان 4 إلى 8 درجات والأغوار الشمالية 17 درجة مرج الحمام 3 درجات إلى 8 ودير على 12 درجة لهذه الليلة وأمطار في كل من هذه المناطق مادة بات 9 درجات البحر الميت أمطار خفيفة هناك مع عشرين درجة وادي الموجب 13 درجة والطفيلة ما بين 4 إلى 8 درجات وأمطار غزيرة كما نشاهد نكمل في الرشادية صفر مئوي أجواء فعلا شديدة البرودة لترتفع غدا إلى 4 درجات مئوية وفي الأغوار 18 درجة غدا وأمطار غزيرة في الشوبك صفر مئوي إلى 6 درجات 3 إلى 8 في البترة أمطار غزيرة أيضا في كل من هذه المناطق احتمالية لهطول الأمطار في معان ما بين درجتين إلى 10 درجات ورأس النقب صفر مئوي إلى 4 العقبة 13 ترتفع غدا إلى 19 درجة مئوية واحتمالية لهطول الأمطار في هذه المنطقة وادي رم 12 غدا الجفر كما نشاهد تواجد لغيوم مع 13 درجة لنهار الغد الأزرق 6 درجات غدا 15 درجة أيضا احتمالية لهطول الأمطار في المناطق الشرقية الصفاوي 4 إلى 13 درجة وأخيرا درجات للحرارة الدنيا 5 درجات والعظمى 13 درجة في منطقة رويشد وأمطار غزيرة هناك بالحديث عن الفترة القادمة نلاحظ يوم الجمعة تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي الثاني المصاحب لمسرة وتهطل أمطار غزيرة في كافة مناطق المملكة أجواء باردة وماطرة وغائمة في أغلب المناطق إن شاء الله وأيضا تهطل الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية مثل جبال الشراء وأيضا تهطل أمطار مخلوطة بالثلوج فوق بقية المرتفعات الجبلية خلال الفترة الصباحية مع 8 درجات نهارا لتنخفض ليلا إلى 4 درجات مئوية اليوم السبت هناك استقرار تدريجي على الأجواء إن شاء الله وارتفاع على درجات الحرارة لكن تكون أجواء غائمة جزئيا وباردة في العديد من المناطق ما بين 12 درجة وتنخفض إلى 5 درجات مئوية شكرا للمتابعة والعودة لك الآن ندين اشتركوا في القناة